احد اهم البرامج الموجودة على موقع ايبي هو برنامج الفيدباك لذلك نحن كتجار على الموقع مهم جدا ان نعرف كيف البرنامج يعمل وما هدف البرنامج في بداية سنة 2000 موقع ايبي انشأ برنامج الفيدباك على موقعه هذا البرنامج كان من فكرة الرئيس التنفيذية لموقع ايبي في هذه الفترة ميج ويتمان ميج انشأت البرنامج لتقلص من خدمة الزبائن على الموقع لتحمل المشتريين من التجار ومن ناحية اخرى لتحفز المشتريين الفيدباك عبارة عن رأي المشتري بالبيعة التي عملها على الموقع اي شخص اشترى منتج من الموقع يبدي رأيه هل كانت تجربة الشراء من الموقع جيدة او سيئة او متوسطة لذلك نلاحظ عند شراء اي منتج ايبي يطلب مننا تعريف الفيدباك للبيعة هل كانت positive ايجابية او هل كانت negative اي سلبية او هل كانت natural اي متوسطة بحالة شخص اشترى من متجرنا ووفرنا له المنتج بالوقت المناسب ووفرنا خدمة زبائن جيدة سيعطينا فيدباك ايجابي وسيضاف لمجموعة الفيدباك الخاصة بنا المجموع سيكون مبين جانب اسم المستخدم الخاص بنا وجميع المستخدمين الاخرين في موقع ايبي سيرونه سيكون مكشوف للكل ايضا على المشتري كتابة جملة تصف التجربة التي حصلت مع التاجر هذا الشرط اساسي لتعريف فيدباك عليه تعريف ايجابي او سلبي او متوسط وكتابات فيدباك كتابة جملة فكما قلت اذا عرفت فيدباك ايجابي سيضاف لعدد الكلي للفيدباك الخاص بنا اذا اشترى نفس المشتري مرة اخرى منه وعرف مرة اخرى فيدباك ايجابي لن يضاف للمجموع الكلي الفيدباك الاجابي يضاف مرة واحدة من قبل المشتريين المتكررين على حسابه اما من ناحية ثانية بحالة اذا الشخص اشترى منا ولم يصل المنتج اليه او تأخر بالوصول ورسلنا هو وتجاهلناه ولم نوفر له خدمة الزبائن كما يجب اغلب الاحتمالات هذا المشتري سيعطينا فيدباك سلبي وسيكتب جملة تصف تجربته في التعامل معنا اذا الشخص اعطانا فيدباك سلبي سينقص من المجموع الكلي للفيدباك في حسابنا ايضا نفس الشخص اذا اشترى منا مرة اخرى وايضا في المرة التالية اعطانا فيدباك سلبي سينقص من المجموع الكلي للفيدباك مرة اخرى ايبي يحسب الفيدباك السلبي كل مرة لنفس المشتري والفيدباك الاجابي يحسبه مرة اخرى لنفس المشتري هذا الصرح كان من جهة المشتري أما من جهة التاجر أيضا التاجر يمكنه إعطاء فيدباك للمشتري ولكن التاجر يمكنه إعطاء فقط فيدباك إجابي ولا يمكنه إعطاء فيدباك سلبي وهذا طبيعي لكي لا ينتقم التاجر من المشتري إذا أعطاه فيدباك سلبي انتبهوا أن الفيدباك السلبي يعمل ضرر كبير على حسابكم عند الحصول على عدد كبير من الفيدباك السلبي تقييم حسابكم سينخفض انتبهوا أيضا سيؤثر على معدل الفيدباك الإجابي بحسابكم هذا المعدل سيكون ظاهر لجميع المتصفحين بالموقع لذلك علينا أن نحرص أن لا نحصل على فيدباك سلبي بأي حالة من الحالات إذن نلحن أن الفيدباك هو أكثر لصالح المشتري ولكن من ناحية ثانية هو يحفز التاجر ليوفر خدمة زبائن جيدة للمشتريين وأن يحافظوا على العدد الكلي للفيدباك بحسابهم أيضا لكل من حصل على فيدباك سلبي أنصحوا مشاهدة هذه الفيديوهات ولكل من لم يشتركوا بالقناة بعد أنصحوا الاشتراك بالقناة زر الاشتراك مبين تحت الفيديو هنا لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية سأراكم في فيديو آخر